واشكة منديالي الأحلام على الانتهاء ومعه حقيقة تاريخية رائعة المغرب رابع كأس العالم ساعاته تنتهي بطولة كأس العالم التي استضفتها قطر بنجاح وقبل أن تغلق البطولة آخر صفحاتها تركت لنا المغرب بصمة رائعة ومكانة تاريخية بين الكبار المغرب رابع العالم إنجاز لم يكن حتى في الأحلام أصبحت المغرب مرجعية لكل منتخبات القارة والوطن العربي رابع العالم وقع وسط له المغرب بمنظومة كروية سليمة ومدير فني بعقلية أوروبية ولعبين أصبحوا أساطير خلال سبع مباريات ساعاته وتلعب فرنسا نهاء المنديال ومعها شعب وانبابيه وتلعب الأرجنتين المباراة ومعها شعوب العالم احتراماً وتعاطفاً مع أسطورة الأساطير الكورة ليوني المس يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أنهت المغرب كأس العالم 2022 في المركز الرابع في المنديال المغرب البلد العربي البلد الأفريقي في المركز أو في المربع أو في الأربعة الأفضل في كأس العالم 2022 عن كل استحقاق وجدارة المغرب في المركز الرابع مش بالصدفة المغرب في المركز الرابع بأداء رائع من الجميع من منظومة صحيحة تدير الكورة في المغرب من جهاز فني رائع بكيادة وليد الرجراجي ولاعبين في منتهى الروع والامتياز خسرت اليوم صحيح أمام كرواتيا مباراة التالت والرابع وخسرت مديليا برونزية ولكن أي إنجاز نتحدث عنه المغرب بين الأربعة الكبار في المنديال متخطية مين بقى؟ متخطية في المباريات منتخبات في الأول يعني كرواتيا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال مع كندا طبعا حتى خسرت من فرنسا ثم المنتخب الكرواتي في المركز الثالث والرابع المغرب رابع المنديال المركز اللي ما وصلوش البرتغال وأسبانيا وإنجلترا وهولندا وعدد كبير من المنتخبات وبلجيكا عدد كبير من المنتخبات الأوروبية والعالمية الكبيرة وطبعا البرازيل وطبعا البرازيل فإنجاز ما فيش بعده إنجاز هنتحدث عنه كثيرا هذا الإنجاز هنتحدث كيف وصلت المغرب لهذه المرحلة العظيمة المرحلة اللي احنا نحب إنها تتكرر تاني من منتخبات عربية كثيرة ونحب إنها تتكرر مرة أخرى من المغرب أو أكتر من كده كمان أحلى حاجة في المغرب في هذه البطولة إنها خلتنا نصدق الحلم لحد ما خلتوا واقع بأداء رجولي رائع من كل اللعبين ياسين بونو وقناح ومرابط وسايس وحكيمي وأشرف حكيمي وحكيم زياش ومفال وكل النجوم كل النجوم اللي كانوا في المغرب في هذه البطولة أسماء عديدة وعظيمة كلها أسماء عظيمة غدا إن شاء الله بعد ساعات مباراة كبيرة مباراة عظيمة مباراة بينن ببيه وليونيل ميسي مباراة بين فرنسا والأرجنتين نهاء الحلم في كأس العالم نروح بقى دلوقتي لكل ما يخص هذه المواجهة الكبيرة مواجهة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين مواجهة إن ببيه ليونيل ميسي مواجهة نجوم العالم مواجهة أحلام ميسي المشروعة جدا ختم مشوار يبقى مثالي عشان يبقى ليونيل ميسي قفل اللعبة حرفيا لو خد كأس العالم يبقى قفل اللعبة كل البطولات كل الإنجازات وفعليا فيه تعاطف عالمي كبير مع ليونيل ميسي تعاطف عالمي كبير يمكن تعاطف أقل مع المنتخب الفرنسي عشان هو نهاية المشوار ليونيل ميسي نهاية المشوار وبصراحة كده شكل كأس العالم في إيد ميسي هيبقى حلوة أوش نكذبش عليكم يعني بعيد بقى عن الخنات اللي هي بتاعت ميسي وكريستانو الناس بتعملها دي اللي بتبقى كده ده أسطورة وده أسطورة بس ميسي يشيل كأس العالم يعني زي ما قلت قبل كده هو يبغت كأس العالم لو ميسكوا وشالوا ليونيل ميسي مش العكس لكن فنيا فرنسا أقوى كثيرا فرنسا قوية جدا بجهاز فني مستقر من 2012 بقاله عشر سنين دي دي الشام مع المنتخب الفرنسي وإن كان إسكانوني عامل أداء رائع جدا مع المنتخب الأرجنتيني سواء في كوبة أمريكا أو في كاس العالم والأصول للنهاية عموما هي رأسة ميسي الأخيرة ورقم قياسي صامد منذ 84 عاما على وشك الانقصار أهلا بكم في نهاية المونديال الأرجنتين أصبحت على بعد خطوة وحيدة من تحقيق حلم غائب منذ سنة 1986 من أيام ديجو أرماندو ماردونا وبعد محاولات عديدة فاشلة لترويد كأس العالم أولها في 1990 بعد ما وصل ماردونا بالأرجنتين للنهاية الثانية على التوالي لكن المونديال في النهاية ابتسم للمنتخب الألماني في 2014 كان ميسي على بعد سنتيمترات خلاص من الكاس اللي بيحلم بيها هو وكل أرجنتيني لكن برضو ألمانيا مرة تانية أحبطت حلمه وحولته لكابوس في النهاية بهدف ماريو جودزا الشهير لكن أمام مونديال بيقدم لكننا أمام مونديال بيقدم فيه ميسي أداء مشابه من اللي قدمه ديجو أرماندو ماردونا في 1986 لما شايل المنتخب كله ماردونا وقتها والآن ميسي شايل منتخب الأرجنتين كله فيترى تكون النهاية سعيدة برضو زي 86 ميسي اللي بيغرد وحيدا بدون مبلغة عشان يشيل الأرجنتين على كدفه ويوصل بيهم للنهائي زي ما عمل ماردونا من 36 سنة أداء خلى ميسي هو هداف كأس العالم لحد الوقت بخمس أهداف وأكثر من صنع أهداف في البطولة بتلت أهداف الأرجنتين بدأت مشورها في المنديال بصدمة غير متوقعة بعد سقوط مدوي أمام المنتخب السعودي في المباراة الأشهر في هذا المنديال وفازت عليها 2-1 عشان يزيد التشكيك في قدرة ميسي ورفاقه على التتويج والتشكيك في سكلوني المدير الفني للمنتخب بعدها جات بقى الانتفاضة انتفاض الأرجنتين بكيادة ليونيل ميسي بعد الفوز على المكسيك 2-0 لكن الأداء وقتها ما كانش مقنع إلا حد كبير تنتصر الأرجنتين في الجولة الثالثة على بولندا في مباراة أرسلت بصيص من الأمل على أداء كتيبة إسكلوني وتحسنت الأمور شوية منديال أرجنتين الحقيقي بدأ في دور الستاشر بعد الفوز على أستراليا 2-1 رغم لحظات الرعب اللي عاشها ليونيل ميسي ورفاقه بعد الانفراد الأخير اللي اتعرض ليه مارتينيز لكن القدر كان رحيما بالأرجنتين في هذه المباراة وفي ربع النهائي قدمت الأرجنتين 80 دقيقة ممتازة وتقدمت 2-0 قبل ما ينقلب كل شيء رأسا على عقب هدفين للتواحين الهولندية في اللحظات الأخيرة لكن القدر يكون رحيم مرة تانية بميسي ورفاقه وتبتسم رقلات الترجيح للمنتخب الأرجنتيني ويجي بقى الدور نصف النهائي ويظهر المنتخب الأرجنتيني بوجهه الحقيقي المغاير تماما عن المباراة الماضية ويقول إننا قدام منتخب ما قداموش حل غير إنه يفوز بالمنديال أو الموت بعد الفوز على كرواتيا 3-0 وكل كوم وميسي اللي رجع الأيام زمان وكأنه بقى 25 سنة ده كوم تاني خالص عشان يكسب مرة أخرى تعاطف الكل ويكسب مع التعاطف دوة أمال بالفوز بهذه البطولة عمل فيها كل حاجة فنية كعدته يعني عشان يوصل لحلمه المنتظر خطوة واحدة خلاص وسنتيمترات قليلة وهتبقى بين ميسي وبين إيد ميسي حلمه الأكبر لكن المرة دي وبعد اللي أقدمه على مدار البطولة هتكون خسارتها أشبه بالطلقة اللي هتقتله بلا رحمة ناحة تانية منتخب فرنسا بقيادة ديدي الشامب اللي دايما على انتقادات كثيرة بدون داعي بقى على بعد خطوة وحيدة لمعادلة رقم ظل صامداً أربعة وتمانين سنة كاملة وتحديداً من سنة ألف تسعمية تمانية وتلاتين الإنجاز ده هو تحقيق كأس العالم مرتين متتاليتين مع نفس المدير الفني زي ما عمل منتخب إيطاليا في نسختين ألف تسعمية أربعة وتلاتين وألف تسعمية تمانية وتلاتين تحت قيادة برونتينو بوزو المدير الفني الشهير وقتها فرنسا قدرت تهرب من اللعنة اللي بتطارد بطل المنديال وبتخليه يودع البطولة من دور المجموعات أو على الأكثر ربع النهائي من سنة ألف تسعمية تمانية وتسعين هذه العقدة موجودة صعد المنتخب الفرنسي تخلص من العقدة وصعدة للنهائي للمرة الثانية على التوالج وطبعا الوصول التاريخي ده لنهائي كأس العالم الثاني على التوالج بقيادة النجم الكبير كاليا ننبابيه واللي بيتصدر قائمة الهدفين مع ليونيل ميسي بخمسة أهداف وأداء رائع ومميز جدا نرجع لمنتخب فرنسا عمل ايه في هذه البطولة منتخب فرنسا بدأ حملة الدفاع على لقبه بأقوى طريقة ممكنة بعدما اكتسح استراليا أربعة واحد بعدما تأخر بهدف مبكر بعدما تأخر بهدف مبكر عشان يبعت انذار لكل المشاركين انه على أتم الاستعداد للمنافسة على لقب البطولة دي بعدها إذن منتخب فرنسا يكون أول المتأهلين رسميا لدول الستاشر بعدما خطف فوص صعب على الدنمارك اتنين واحد عشان يكسر لعنة البطل اللي هو نفسه زاء منها أو داء منها في 2002 تفتكره طبعا المباراة المنتخب السنغالي الشهيدة وفي الجولة الثالثة ومع إراحة عدد كبير من اللاعبين خسرت فرنسا من تونس بهدف نظيف عشان يبقى طرفي النهائي خسارتهم الوحيدة في هذه البطولة من منتخبات عربية الأرجنتين من السعودية وفرنسا من المنتخب التونسي فرنسا كملت مسئلتها القواية قدرت تعبر دور الستاشر بسهولة ضد بولندا بعد الفوز ثلاثة واحد عشان ترد على كل المشاككين في قدرتها على المنافسة في المنديال الحالي وجد مباراة انجلترا واللي كانت الاختبار الحقيقي لقوة فرنسا في هذه البطولة رغم التفوق الفني في هذه المباراة للمنتخب الإنجليزي منتخب الأسود الثلاثة لكن منتخب الديوك الفرنسية قدروا يختفوا بطاقة التآهل لنصف النهائي بخبراتهم الكبيرة وبنسبة كبيرة من التوفيق توفيق مطلوب طبعا وقبل خطوة من النهائي استدمت فرنسا بمفاجئة البطولة الكبرى للمنتخب المغربي وقدروا المنتخب الفرنسي يختفوا بطاقة النهائي بعد الفوز 2-0 بأداء كان رائع جدا وقتها للمنتخب المغربي ولكن تبقى خبرات المنتخب الفرنسي بترجح دايما كفيته وفي الوقت اللي مبابيه بيظهر فيه وكأنه النجم الأول لفرنسا وده حقيقي طبعا لأنه هداف الديوك في المنديال بيظهر نجم آخر بينفض الغبار عن نفسه وهو النجم الكبير أنتونيو جريزمان واللي بيعتبر أكثر لاعب صنع أهداف في المنديال لحد دلوقتي برصيد سلاسة أهداف وأكثر لاعب صنع فرص برصيد سبع فرص عشان نبقى قدام حرفيا فريق جماعي عنده أكثر من نجم قادرين يكونوا مؤثرين في مشوار الفريق في مقابل أسطورة لو ليونيل ميسي طبعا بيعمل كل حاجة عشان يحقق حلم شعب بالكامل فيا ترى يا ترى المنديال في النهاية يبتسم لمين؟ للأسطورة ليونيل ميسي أم لجيل رائع جدا للمنتخب الفرنسي نرجع تاني لهذه المواجهة الكبيرة اللي جامعت المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي النهار نهار ده في بعض الجماهين المغربية كيتزعلانا وحقهم طبعا عايزين مداليا بس ارفع راسك وتبقى فخور جدا أنا النهار ده بفرج على المغرب وبصراحة مجدبش عليكو يعني مش فارق معي فكت أصلا انك تبقى من الأربعة الكبار ده أكبر أكبر بكتير من الأحلام والمنتخب الكرواتي في الجانب الآخر عشان نديله حقه برضه عمل بطولة كبيرة جدا في حدود الإمكانيات ايه حدود الإمكانيات؟ معدل أعمار كبير جدا يزيد عن 30 سنة فكتو أن الكرواتي توصل لهذه المرحلة فده إنجاز عظيم جدا بالمناسبة اللي سجل هدف التقدم للمنتخب الكرواتي النهاردة جيفارديول ده واحد مش واحد هو في رأيي أفضل مدافع في هذه البطولة وأتصور بشكل كبير جدا هيبقى في التشكيلة المثالية للمونديال سجل هدف في ديئة سبب كده أشرف داري تعادل سريعا للمنتخب المغربي في ديئة 9 تعادل ما تأخرش فاتطمنت أن الأمور هتبقى جيدة ولكن في ديئة 42 أوريسيتش سجل واحد من أجمل أهداف المونديال للمنتخب الكرواتي هدف الفوز في ديئة 42 وبعدها حولت المغرب ولكن دون الوصول لشباك حارس المنتخب الكرواتي طيب فنيا في هذه المواجهة أنا أعتقد أن المنتخب المغربي ما أصرش في أي شيء النهاردة خالص ليه؟ إصابات بالجملة خطة فاع بالكامل بيغيب خطة فاع الاحتياطي بالكامل بيغيب إصابات مش طبعية ومجهود بدني كبير جدا حصل في هذه البطولة النهاردة مضطر ما قاعد أناحي وأملاح على الدكة اتنين الوسط سايس وأقرد مش موجودين في التشكيلة الأساسية أتكلم على الاتنين مدفعين الأساسيين حتى مزروي مش موجود في الناحية الشمال اللي كان ثابت في البطولة دي أنا أتصور أكتر اتنين كانوا ثابتين بدنيا جدا في هذه البطولة في المغرب أشرف حكيمي وصفيان مرابط لآخر ثانية في هذا المنديال بيقدموا مباريات رائعة وكبيرة جدا كل اللي عابين بصراحة أقدموا مباريات رائعة بس ما كانش فيه أفضل من اللي حصل أنا مش شايف أن المنتخب المغربي أثر في مباراة اليوم وأكيد كان يحلم بهذه البرونزية ولكن مركز رابع في المنديال تخلينا كلنا سعاداء ومبسوطين بالمنتخب المغربي بكل تأكيد طيب طيب نروح لي أرقام من مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم في المنديال بيال خنوس أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيا مع المنتخب المغربي في كأس العالم بعمر 18 عاما و2021 يوما متخطيا أشرف حكيمي في عام 2018 حينما كان يشارك بعمر 19 عاما و223 يوما حكيم زياش وأشرف حكيمي يتسويان مع محمد الدعيع كأكثر لاعبين عرب بيظهروا في كأس العالم برصيد عشر مباريات جفر ديول مدافع المنتخب الكرواتي ومدافع لايبزيك الألماني أصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب كرواتيا في تاريخ كأس العالم بعمر 20 عاما و328 يوما لايبزيك هياخد فلوس كتير أوي في اللاعب ده أوي منتخب كرواتيا شارك في كأس العالم خلال 6 مرات على مدار التاريخ استطاع في 3 منهم أن يكون ضمن الثلاثة مراكز الأولى في المنديال سبحان الله نروح لتصرحاتنا بعد هذه المواجهة مواجهة المغرب وكرواتيا وليد الريكراجي المدير الفني للمغرب قال لو أخبرتني أننا سنلعب 7 مباريات في كأس العالم كنا سنفرح لكنني الآن أشعر بسعادة بالغة كانت نسبة فوزنا في كأس العالم هي السفر في المية ووصلنا إلى نصف النهائي بعد الفوز على أكبر المنتخبات ان شاء الله في 2026 هتكون هناك خبرة أكبر وهدفنا هيزيد على ما وصلنا له الآن لكن ذلك سيتحقق فقط بالعمل الجد أما بدري مالون لعب المنتخب المغربي فقال كان هدفنا لعب النهائي والفوز باللقب ولم لا خاصة بعد الأداء الذي قدمناه نشكر الجماهير العربية على دعمها المستمرة لنا لقد مررت بفترة في منتهى الصعوبة ولم أتوقع أن أصل لهنا لكن أشكر وليد الريكراكي اللي جعلني ضمن هؤلاء الأبطال الذين شرفوا المغرب هقف شوية عن تصرحات بدري بنون أنا شفت تصرحات بدري بنون بعد المباراة وشفته أهوابك وبدري بنون سيبك أنه كان موجود في مصر ونعرفه كويس مع النادي الأهلي ولعيب محترم ولعيب مهزب ولعيب قوي والمدافع الكبير بس بدري بنون مر يا جماعة قبالك ما تسلطش الضوء عليها بشكل كبير بس مر بظروف صحية في منتهى الخطورة العام الماضي مشاكل كبيرة في القلب مشاكل كبيرة في مضاعفات كان عنده كورونا وبعد كده جات له مضاعفات في القلب والتنفس عمله مشكلة صحية كبيرة كي يتممكن ممكن على الأقل يعني ربنا يحفظه ويحميه تخليه بطى الكور بس يرجع تاني يلعب وينتقل لفريق القطري من النادي الأهلي وينضم للمنتخب المغربي في هذه النسخة الاستثنائية للمنتخب المغربي والمنتخب وأي منتخب عربي في كأس العالم فده كرم كبير من ربنا لي بصراحة وهو يستحق أنه يكون ضمن هذه المنظومة فتحية لبدر بنون وتحية لرفاق بدر بنون في المنتخب المغربي أنا حقيقي لامس ده من بدر يعني أصلاً أول مواليد الرقراجي حط بدر بنون في قائمة المنتخب المغربي الكأس العالم قلت ده موقف عظيم من وليد الرقراجي أكيد هوا مش موقف إنساني بس أكيد موقف فني وإنساني مشاركات بدر بنون ما كانتش كثيرة في هذا المنديال ولكن الدقائل اللاعب فيها كان لعب جيد وبيلع أخطاء وقدم مباريات جيدة فكرم عظيم لربنا الموضوع حلو كله على بعض الصورة بتاعت المغرب كلها على بعضها حلوة بالإنجاز بالأمور الإنسانية بالأمور الشخصية بمواقف اللاعبين مع أسرهم والسور اللي كنا متشوفها في أبعاد كثيرة جداً في وصول المغرب لهذه المرحلة إحنا خرجنا بيها من المنديال بساطتنا أداء فني رائع جداً في الملعب وأداء نفسي ومعنوي كمان كان خارج الملعب عظيم جداً أنس الزرزوري أو أنس الزروري لاعب المنتخب المغربي قال بعد المباراة شعرنا بفخر الجميع بنا ليس فقط الشعب المغربي بل كل الشعوب العربية نشكركم على دعمكم المستمر الذي كان يصلنا من كل صوب واحد أما لوكا مودريتش لعب المنتخب الكرواتي أسطورة كرواتيا أسطورة كرة القدم العالمية فأفل الباب تماماً حول التكاهنات حول اعتزاله كرة القدم واعتزاله اللعب الدولي بعد كأس العالم وقال نصاً لن أعتزل اللعب الدولي حالياً مازال أمامي كأس الأمم الأوروبية 2024 وقال كمان أنها المدلية الثانية على التوالي ده يعتبر أمر خاص للغاية بالنسبة لنا لقد حققنا تطوراً كبيراً في العشرين سنة الأخيرة والآن يجب التعامل معنا كقوة عزمة في كرة القدم العالمية أنت كوة عزمة لوكا مودريتش كوة عزمة لوحدة طبعاً منتخب الكرواتي طبعاً منتخب محترم جداً بس لوكا مودريتش استثناء أقول لكم حاجة بقولي زي الله يعني أنا بعتبر أساطير الكورة في آخر كام سنة أساطير الكورة في آخر كام سنة يونيل ميسي وكريستيان ورنالدو وسالسهم لوكا مودريتش أنا بكلم على سبات مستوى سنين طويلة أسطورة مع ريال مدريد أسطورة قبلها مع توتنهام كان رائع مع منتخب كرواتيا بيوصل معاهم فينال كاس عالم لبطولة الماضية ويوصل معاهم لبرونزيت كاس العالم وبطولة الحالية أسطورة أسطورة بكل معنى الكلمة يعني لاعب وسط ملعب استثنائي بكل المقايز طهن روح ليه لقطة اليوم النهاردة وهي تخص لعبه المنتخب الكرواتي وهما يحتفلوا ببرونزيت كاس العالمي مع أبنائهم وبكرة هنشوف برضو الاحتفالات مع أسرهم سواء المنتخب الفرنسي أو المنتخب الأرجنتيني الموضوع ده بقى عرف في كل البطولات شايفين الصورة عظيمة زي الأطفال أطفال لعبي المنتخب الكرواتي معاهم في سورة المونديال الصورة حلوة الصورة حلوة بقيت خلاص بقيت عرفة يعني في كل المباراة الكبيرة طيب لسا كاملين مع حضراتكم معي عبر سكايب الآن الفرنسي فرناندو دا كروز الموديل الفني لفريق الجيش الملكي المغربي يا فندم صباح الخير أهلا بك على التلفزيون المصري شكرا 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 جزيلا سيدي على استضافتكم لي بداية كده حابب أسألك على إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم في رأيك كيف حدثت هذه المعجزة ولكن هذا الحلم الكبير كيف تحقق للمنتخب المغربي بالوصول بين الأربعة الكبار في كأس العالم فيما يخصني أنا أؤكد لكم أنه عزيمتهم وكان في مباراتهم ضد كرواتيا أيضا أنهم أدركوا أنهم لديهم القدرة والكفاءة على اللعب كما يجب في كأس العالم المباراة الأولى أعطيتهم الكثير من الثقة ومن خلال هذه الثقة استمرت في الزيادة ومستوهم ارتفع واستطاعوا أن يفوزوا بالمستويات أعتقد أن التنظيم الجيد والتخطيط الجيد وفكر التضامن والترابط بين اللاعبين ولعبوا كمجموعة واحدة وأعتقد اللعب الجماعي وهذا ما اتبعه الفريق في المباراة التالية وهذا ما جعلهم يستطيعوا الوصول إلى المركز الرابع أعتقد أن جميع هذه العناصر هي التي ساعدت وأدت أن يقوم المغرب بأداء مباراة في كأس العالم رائعة جدا رائعك في أداء وليد أرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي أعتقد أنه في البداية كان صعب عليه لأنه يجب أن يذكر أيضا أنه اخترى الفريق ومن تقريبا ثلاثة شهور فقط قبل بطولة كأس العالم وكان لديه الكثير من الاختيارات وصعوبة وضيق الوقت أيضا كان لديه صعوبات لا ننكر ذلك وقت قليل جدا لكي ينفذ أو يضع تنظيم جيد واختيار جيد للأعضاء وخلق هذه الروح الجماعية أعتقد أن في هذا الوقت القليل فقد قام بعمل رائع جدا باختياراته أيضا أي اللعبين شفتوا أدن مباراة كبيرة في هذا المنديال بالنسبة لي المنتخب المغربي تقتل الأفضل يعني الأفضل أعتقد يوجد الكثير وأكد لكم أن لعب الوسط هو كان أيضا من لعبي الوسط كانوا أيضا مميزين جدا وكما نقول بونو حارس المرمى كان رائع أيضا في اتصاد الكثير من الهجمات ويوجد عناي على ما أعتقد كان في لعب الوسط أيضا وخط الوسط أعتقد أنه كان من أقوى من نقطة القوى نقطة القوى الرئيسية لكن هناك نقطة مهمة جدا اللعب الجماع الفريق بأجمله كان رائع وان ذكرت بونو أو غيره من اللعبين لكن أقول لكم أنهم كفريق لعبوا مباراة رائعة وبطريقة إيجابية جدا وكان أداء الجماعي هو الغالب عليهم أعتقد أن الثلاث لعبين في خط الوسط بالإضافة إلى حارس المرمى هم من أدوا بجذب الفريق إلى الأمام طبعا حارس المرمى يسينبون وسلاسي الوسط سوفيان مرابط وعيز الدين هناحي وطبعا أملاح سلاسي الوسط الرائع جدا مع المنتخب المغريف في هذه البطوقة طيب سؤال قادم ليك يخص مباراة نهاية كأس العالم غدا وبطبيعة الحال تتعاطف مع المنتخب الفرنسي كيف ترى هذه المواجهة الكبيرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في نهاية كأس العالم وتوقعاتك له اسمعني أعتقد أنه سوف يكون ستكون مباراة متوازنة جدا لأن اليوم فرنسا لها طموح وأعتقد أنه يوجد بها لعبين على المستوى الفردي أعلى من الأرجنتين لكن الأرجنتين خسرت مباراة الأولى ضد السعودية وأعتقد أنهم بدأوا بداية سيئة جدا في كأس العالم وكان بالنسبة لهم صعب جدا التأهل للأدوار المتقدم الآن الأمر يختلف لديهم حالة ذهنية رائعة وأؤكد لكم في البداية كان من الوارد استبعادهم والآن هم في النهاية أعتقد هذه هي العقلية العقلية لعب الأرجنتين أنه أعتقد وأؤكد أن المباراة ستكون متوازنة جدا وأتمنى أن يفوز الفريق الفرنسي بهذه البطولة جديد الشامب قال النهاردة أنه في بعض الجماهير الفرنسية متعاطفة مع ليونيل ميسي جوى الشعب الفرنسي هل أنت ممكن تتعاطف مع ليونيل ميسي ضد المنتخب الفرنسي؟ أعتقد أن كيف ترى الأشياء إذا رأينا الجانب الإنساني أو المشاعر نقول أنها النهائي الأخير له وتعتبر نهايته في الملاعب على المستوى الدولي لكن حتى أقول لكم إن كنت أحب جدا ميسي لمسيراته الرائعة التي لعبها لكن أفضل أن يفوز المنتخب الفرنسي بهذه البطولة حتى مع حبي وتعطفي مع ميسي لأن هذا الفريق لديه لعبين رائعين والفريقان يتمتعان بمهارات رائعة وأتمنى أن تعود فرنسا حامل هذا اللقب وأن يدخل الفريق الفرنسي ومدربه دي شامب التاريخ أنني لا أقول حمقات لكن أؤكد لكم أن هذا الفريق يستحق ولديه البواهلات لذلك لكن إن فاز ميسي فهو يستحقها لكن وأؤكد أنني أتمنى فوز الفريق الفرنسي ممكن في العادي أنه يستسألك عن نجم الفريق كاليا لنبابي ولكن أنا أريد أن أسألك على أنتون جريزمان اللي عامل بطولة كبيرة جدا في هذا المنديال رائع كيف أداء جريزمان في هذا المنديال أعتقد أنه وجد كما نقول وجد التوليف الساحرة مع دي شامب ويقود فريقه بطريقة رائعة وموقعه ومكانته في الفريق مهمة جدا ودوره أساسي وقد فيما يقص اللعب أعطاه الدي شامب أعطاه الكثير من الحرية في الهجوم والدفاع والحركة على أرض الملعب فهو لاعب جريزمان لاعب موهوب لكنه لاعب فريق بمعنى أنه مفيد جدا للعب الجماعي ومفيد للفريق إذن الحرية التي نالها هي التي أدت إلى الكثير من النجاحات للفريق وجريزمان يستحق هذه الحرية إن نظرنا اليوم إذا اخترنا من هو أفضل لعب في الفريق الفرنسي سوف أختار جريزمان بدون تردد وهو يستحق أن يكون أفضل لعب فرنسي سؤالي القادم ليك يخص بقى فريقك فريق الجيش الملكي الجيش الملكي في منافسة كبيرة مع فريقان مصريان في الكونفيدرالي الأفريقية فريق البرامدز وفريق فيوتشر كيف ترى هذه المنافسة الكبيرة؟ إذن المجموعة صعبة جدا من المحتمل أن تكون أيضا أن تكون هذه هي المجموعة الأصعب في البطولة لماذا؟ لأن يوجد فريقان جيدان جدا من مصر وإذا رأينا ترتيب الدوري المصري أو البطولة المصري سوف نجد أنهم في مقدمة الجدول نحن نعرف جيدا أن اللعب ضد بيرامدز وفريق صعب جدا لكن المجموعة مفتوحة بمعنى أن كل الأمور متاحة أعتقد أن اللعب ضد هذان الفريقان ليس بالسهل لكن أتمنى أن نؤدي مباريات رائعة بالنسبة لنا ولفريقنا وللجماهير أيضا لكي يستمتعوا بالأداء وأكد لكم أن نحن لدينا الرغبة والإرادة القوية في التأهل من هذه المجموعة الفرنسي فرناندو دا كلوز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي أنا أشكرك شكرا جزاء على هذه المدخلة والمشاركة معنا في برنامج رقم 10 جزيلا لكم وأتمنى لكم أداء رائع دائما طيب نخش على النهاية بقى نخش على النهاية بكرا إن شاء الله الأرجنتين وفرنسا ساعة 5 نهاية كأس العالم 2022 كأس العالم كان رائع جدا أنا عند رائع يعني رائع الشخصي مشان دا مش رائع الجميع دا رائع الشخصي دي أفضل نسخة لكأس العالم شفيتها عيني يعني بمفاجعتها بالندية بالحصل كله نسخة عبكرة يعني طبعا بإضافة بإضافة يعني الباكتج كمل باللي عملته المغرب في هذه البطولة كمان يعني خلت النسخة خرافية وحلوة جدا مباراة الأرجنتين وفرنسا زي ما راجعك لسه بيتكلم كده هي مباراة ما بين ميسي وما بين تشكيلة عظيمة لفرنسا يقودها كده الان بابين الرغبة والحماس والروح مؤكد مؤكد هتبع عند الأرجنتين أكتر مؤكد بس فرنسا مع ديدي شان منتخب عملي جدا يعني ايه يعني انت بكرة ممكن تشوف ان الأرجنتين بنزل المباراة بتقطع النجيلة بتاكل النجيلة ميسي ولي معاه وفرنسا اختف جول اختف جول فرنسا المنديال اللي فات نفس الأداء في مباريات كثيرة فرنسا ما كانتش الطرف الأفضل بس بتعرف تختف المباراة في المنديال ده في مباريات زي انجلترا خطفت المباراة زي المغرب خطفت المباراة بالخبرة الكبيرة تختف انا مش بتاع أداء جميل اهو انا عندي نجوم العالم بس ديشام راجل عملي جدا جدا لو سجل هدف في الأرجنتين هتلاقي بيراجع يدافع بكرة أصلا ممكن تلاقي بدأ المباراة هو اللي بيدافع أكتر من الأرجنتين ويلعب على التحولات واخد بالك انه فرنسا تحب المنافس اللي يهاجمها يعني ايه يعني انا عايز حد يهاجمني انا بتاع مساحات انا عندي كلم باب ايه نفاسه ناحا التانية عندي ديمبلي نفاسه هجر اللعبة كلها لأ جيرو مش نفسها جيرو هدف كبير وعلى فاكرة فيه كلام كتير ان جيرو مش هيبدأ المباراة فيه كلام كتير ويتقال انه هو خدعة من ديشام انه كلام طالع من وسائل العالم الفرنسية ان جيرو ممكن ما يبدأش ويبدأ بطرام او يبدأ بكومن وديمبلي ومبابي يعني لعب كومن على الشمال ولعب ديمبلي على يمين ومبابي سترايكر مكان جيرو فيه كلام كده وكلام كده بس لأصل لو لعب بمبابي وكومن وديمبلي ينهر بيض سرعات مرعبة جماعة سرعات مرعبة كلهم 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 زي التسعين كلهم زي التسعين باللغة البليستيشن يعني فانت كلهم ناس بتجري بسرعة مش طبعية يعني ففرنسا خطيرة فرنسا تشكيلها بالكامل خطيرة بالكامل وبعدين فرنسا الملفت فيها او الملهم فيها وانا قلت الكلام ده قبل كده يغيب بنزيمة بوكبا كانتي انكونكو لوكاس هرناندز يصاب في أول بطولة خمس لعيبة كل واحد فيهم يشين منتخب يعني خمس لعيبة اللي هو نص الفريق لما يتصابوا المفروض ضهرك يتقسم فرنسا البداية اللي بتاعتها مرعبة كوندي جامد وبيمكانه جامد ولما يتصاب كوناتيه ينزل يبقى جامد فران جامد طبعا سيوه هرناندز أفضل ليفت باك في البطولة سيوه هرناندز اللي ما كانش يبادئ أول مباراة في البطولة وتصاب لوكاس هرناندز فينزل سيوه هرناندز ليفت باك اسي ميلا فيبقى حتى هذه اللحظة هو أفضل زهير أيسر في البطولة يعني اللاعب البديل بتاع فرنسا في هذا المركز هو أفضل لاعب في هذه البطولة في مركزه نيجي على وسط الملعب شوامني طبعا موهبة صاعدة رائعة سواء مع العامة المديدة أو مع المنتخب الفرنسي رابيو اللي بيعيد إنتاج نفسه رابيو اللي كان حشانه انحضار مرعب في المستوى مع اليوفي السنة دي ومع المنتخب الفرنسي وفي هذه البطولة عامل أداء رائع جدا ولما نزل فوفانا عامل أداء رائع جدا حتى لو رابيو مش هشارك طبعا ديم بلي رائع جيروها هدف تاريخي المنتخب فرنسا وكلين ببيه ده حكاية حكاية أنا قلت من كام يوم يوم مبارات المغرب أنا لو مدافع كلين ببيه لما بيدرب لسبرينتا جماعة بعضلاته برجله بسرعته الكياسية دي ودكته في التصويب وكل حاجة أنا لو مدافع أخاف منه هتخضه ودخل علي تتعمل إيه وسريع ومهالي وهداف وبيلعب برجله وبيلعب براسه لاعب متكامل جدا كريم ببيه بالنسبة لي كريستانو نالدو في شبابه في شبابه بنفس الإمكانية هتقول لي مش ميسي لأ كريم ببيه شكل كريستانو نالدو السرعة المهارة التصويب الرجل اليمين واليسار الدربات الرأس طبعا بس الدربات الرأس كريستانو نتفوق أكتر شوية ثلاثة من أي لعب في العالم بس عنده كل المهارات الكورة عنده كل المهارات المهاجر دي فرنسا الأرجنتين أنا في رأيي تعتمد اعتماد كلي على ليونين ميسي وقدرات سكلوني على الدك المدير الفني للفريق الباقيين اللاعبين جيدين بس مش نجوب عبقرة يعني مش هما اللي يعملوا فارق بمساعدة ميسي يعملوا فارق لكن هما لوحدهم لعبة جيدة جيدة بس مش عبقرة يعني طيب نروح ليه أرقام ما قبل هذه المواجهة بين الأرجنتين وفرنسا في المنديال أبرز الأرقام أرقام الأرجنتين هداف الأرجنتين هو ليونين ميسي بخمسة أهداف صناعة الأهداف ليونين ميسي أيضا بسلاسة أهداف كل حاجة كل حاجة ميسي طيب اللي أكثر صناعة للفرص يبقى مين أكيد برضو ميسي بستة فرص اللي أكثر اهدارا للفرص أكيد مش ميسي لوطارو مارتنيز بثلاث فرص لوطارو مارتنيز اللي ما خدش مكانه الأساسي في هجوم الأرجنتين رغم البداية يعني هو بدأ هو أساسي وبعد كده ألفارز قصر الدنيا فبقى هو المهاجم الأساسي ألفارز مهاجم طبعا منشستر سيتي والمنتخب الأرجنتين الأكثر مرورا من الخص عفوا طبعا برضو ليونين ميسي بمعدل 2.5 في المباراة الواحدة نروح لأرقام فرنسا في نهاية كأس العالم أو ما قبل نهاية كأس العالم هداف المنتخب طبعا كيلين بابيه بخمسة أهداف الأكثر صناعة للأهداف المتعلق جدا أنتوان جريزمان بسلاسة أهداف والأكثر صناعة للفرص أنتوان جريزمان بسبع فرص والأكثر إهضارا للفرص كيلين بابيه أنت تخيل كيلين بابيه أكتر واحد أهضر فرص وأكتر واحد سجل يعني معدل معدل فرص بيوصل لها كينين بابي مرعبة مرعبة يا جماعة مش طبيعة يعني الأقصى المرورة من الخصم هو طبعا برضو كينين بابي بمعدل 3.5 في المباراة بنسبة نكيح 54% النهاردة صحيفة لكيب الفرنسية أكيد أن الليفي جيرو لم يشارك فيه التدريب الختامي لمنتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم بسبب إصابته بكاد ما فيه الرجبة وهناك شكوك كبيرة حول مشاركة جيرو ضد الأرجنتين وديدي ديشام قام بتجربة ماركو ستورام في مركز رأس الحربة تحسبا لقيادة هجوم الديوك في نهائي كأس العالم وكلام كتير إنها خدعة من ديدي ديشام بالمناسبة النهاردة كان فيه ترند عالمي ترند عالمي العالم كله يتحدث صحف العالم وقنات العالم كلها تتحدث عن مشكلة بين كريم بن زيمة وديدي ديشام بص يا سيدي الحكاية إيه؟ إنه كريم بن زيمة تعرفين في البداية كده قبل المنديل يبدأ على طول اتقال إنه تصاب وخرج من معسكر المنتخب الفرنسي بارح كريم بن زيمة كان بيلعب مباراة ودية مع ريال مدريد كريم بن زيمة لما خرج من قيمة منتخب فرنسا قبل البطولة يديد ديشام محضش حد مكانه وبالتالي لو كريم بن زيمة خد طيارة وجيه على قطر يلعب المباراة عادي يلعب مباراة النهاية عادي فبدأت الناس من كام يوم كده يقول لك إيه؟ طب ما كريم بن زيمة يلعب المباراة النهاية ما كريم بن زيمة على أقل يجي يحتفل مع المنتخب الفرنسي بالفوز بكأس العالم لو فازوا بكأس العالم فراح كريم بن زيمة نزل استوري على الإنستجرام النهاردة وقال فيما معناها يعني أنا مش مهتم وبس كتب كده أنا مش مهتم وبعد كده نزل صورة تانية ليه مع زين الدين زيدان وهو بيحتفل معه زين الدين زيدان بيحتفل مع كريم بن زيمة بفوزه بالبالوندور السنة دي أفضل أفضل لعب في العالم والكلام إن كريم بن زيمة كان متدايق من دي شام عشان ما هنهوش بفوزه بالبالوندور والكلام إنه كان فيه مشكلة بين كريم بن زيمة ودي دي شام في معسكر المنتخب الفرنسي وده سبب خروجه من المعسكر عشان الكلام على إن الإصابة كانت خفيفة جدا وكان ممكن يغيب عن أول مباراة أو أول مباراتين ويشارك في باقي المباريات ودي دي شام لما تسأل في المؤتمر الصحفي في المباراة التالتة لمنتخب فرنسا في كأس العالم مباراة المنتخب التونسي قبل المباراة وقاله كريم بن زيمة سألوه يعني قلوه كريم بن زيمة خف ممكن يرجع تاني المعسكر ويشارك مع المنتخب الفرنسي فيما توقم البطولة فدي دي شام اقرد بالسخرية وبديء إنه الكلام ده مش في حساباته وما بيفكرش فيه وبيفكر في اللعبة اللي موجودة بس كل ده اتربط النهاردة ومباراة لما كريم بن زيمة لعب ولما نزل الستوريز بتاعته على الإستجرام واضح إنه فيها زي ما بيقوله كده ايه بالبلد يعني تلقيح على دي دي شام واضح إنه فيه مشكلة بين كريم بن زيمة ودي دي دي شام وبصراح مهما كانت الأسباب لما يبقى عندك أفضل لعب في العالم وتستغنى عنه لأي سبب كان ده الشيء يعني لا يختفر وكريم بن زيمة أصلا من نواية اللعبة اللي موجودة بتاعت مشاكل يعني ما ظنش يعني فأعتقد المشكلة عن دي شام طبعا إحنا الأيام اللي جاية هنسمع كتير قصص عن الحوار ده دي شام ويا سلام بقى إيه ويا سلام لو فرنسا خسرت نهاية كاس العالم دي شام هيزعل أوي أوي يعني طيب ديوني الميسي كمان بيعلن جهازياته لخوض نهاية كاس العالم ديوني الميسي نفى كل الأخبار اللي كانت متدولة عن إصابته والشكوك حول لحاكم نهاية المنديال وأكد جهازياته لخوض المباراة النهاية ضد فرنسا بشكل طبيعي بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنا جاهز لنتقدم يا أرجنتين طيب بعد مباراة المغرب وفرنسا الحلقة اللي احنا تلعنا فيها بعد مباراة المغرب وفرنسا فيه لقطة وقفت عندها كتير عشان هي لقطة بتعبر عننا كلنا مشجعة مغربية تبكي وتصفق للمنتخب المغربي في نفس الوقت تبكي وبتسقف هو ده اللي حصل بالزبط المغرب قدام فرنسا كنا زعلانين قوي نفسنا المغرب توصل لنهائي كأس العالم وفي نفس الوقت مقدرين جدا اللي عملوا لعبي المنتخب المغربي وجهازهم الفني من أداء رائع وكبير لو لقطة معنا تعال نجيبها عشان هي بالنسبة لي واحدة من لقطات المنديال واحدة من لقطات المنديال لقطة عظيمة بصراحة هي معبرة جدا معبرة هي تبكي وبتسقف في نفس الوقت اللي هو مش عارقة يعني أنا زعلانة بس احترم جدا اللي اتعمل ده لسان حنة جميعا لسان حنة جميعا طيب معي الآن عبرة سكايب هذه المشجعة الفنانة المغربية غيسة الجزولي يا فندم صباح الخير منشرفانا ومنورانا في برنامج رقم عشرة على تلفزيون المصري الله يتكبر بيك شرف ليا شكرا لك بالصاف كريم وفرحانا بالصاف أنا نيوم أكل يوم اللقطة دي لقطة عظيمة جدا تحدست عنها كثيرا يوم الأربعاء الماضي وهي لقطة عفوية جدا وزي ما قلت كده في المقدمة هي كاية لسان حلنا جميعا نبكي ونحترم ونفرح أيضا في نفس التوقيت للمنتخب المغربي صح صح أندق الحق لأنه المنتخب المغربي بين على على واحد القوة واحد الشجاعة واحد الموهب الكبير بالصاف اللي خلاتنا أننا نفرحوليه كاملين يعني إحنا كمغاربة وكشعوب عربية وكأفارقة وكأمازيغ يعني شيء مشرف بالصاف 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 أنت كمواطنة مغربية كنت حسن شعور ده إزاي إحنا دائما كنقوله اتفق العرب على أن لا يتفقون صح؟ هذه المرة بالضبط اتفق العرب على أن المغرب دارت حاجة تاريخية يعني الوصول للمربع الذهبي شيء مشرف بالصاف وشيء اللي لم يكنش متوقعه ولا واحد يعني بالخدمة وبالمطابرة وبتشجيع دي الجميع المواطنين العرب والأفارقة والأمازيغ والمغاربة كل شيء كان يشجعنا حتى بره يعني حتى في أوروبا وفي الدول الأوروبية هما كانوا يشجعوا المغاربة يعني هذا تشجيع خلعه واحد كيف أستطيع نقول؟ خلعه واحد الحلم اللي كان وارد ولا حقيقة الحمد لله بإذن الله كنت متوقع الحلم ده إتحق يعني تقول أن المغرب ودخلة تشارك في هذه البطولة كنت متوقع أنها توصل لحد فين صراحة ما كانش كانت توقع يعني قلت ستوصل للربع النهائي كسابقاتها ولكن الحمد لله في الربع النهائي ربحنا ودنا النصف للنهاية ما توفقناش تم الفارق البطل دي الفين وثمنتات الفارق الفرنسي والخسارات دي كانوا قدام وصف البطل وقدام البطل يعني فرق اللي كبيرة بززاف يعني ماشي شي حاجة اللي ممكن يبقى فينا الحال بالعكس كنقولوا أننا ندرنا اللي علينا وفرحنا بزاف ديال ديالناس حنا كمغاربة فرحنا بزاف وقلنا الحمد لله هذه البداية يوم ما زال ما زال لي ما كنتغنوا بها يعني يعني حاجة اللي كتفرح وحاجة اللي كتشرف اللي كتبين على أن العرب يد وحده وأنه كتشوف ناس كيف يفرحوه من فلسطين من مصر من تونس من جزائر من جميع الدول العربية يعني هذه حاجة هذه حاجة متميزة بالساف مين أكثر اللاعبين اللي لفتوا نظرك في هذه البطولة من المنتخب المغربي كلهم 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 نجوم لأنه لقبوا بروح الفارق ما لقبوش بروح النجم يعني كل واحد يلقبوا بروح الفارق وكلهم بدون استثناء ممكن أنا كان عندي تفضيل الأمرابط سوفيان أمرابط لأنه حربي كيف تنقوله يعني يعني الشخصية بتحاول تعمل أي حاجة عشان تكسب أنا أتفق معاك أتفق معاك مليون في المية أنا قلت من كام يوم أن سوفيان أمرابط لولا وجود كاليا نمبابي وليونيل ميسي كان يبقى أحسن لعب في البطولة مرتاح جدا وعن كل استحقاق وجدار عام البطولة عبقرية أكيد 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 كل عيبة كل عيبة كلهم بدون استثناء زياج حكيمي أمرابط بوفال وناحي بطربانون كلهم بدون استثناء كانوا مشرفين وأكيد تحت قيادة المدرب المشرف العربي اللي كبر بجميع العرب والأفارقة وكنا كنا كنا فرحانين به هو المدرب والدرج راجي طبعا اللي أنا كنت قلت سابقا أنه من اللي كان تقف ولد البلاد يعني كان تقف في شخص اللي من ذك البلد ها وشنو كيدير كيوصل الفريق بالساف دي المراتب اللي كبير هتقولنا بقى اللقطة تانية يا جماعة وقولي لي أنت كنت بتبكي ليه بعد خسارة أمام المنتخب الفرنسي يعني المغرب خسرت قدام فرنسا تبكي ليه منتخب كبير وعظيم طبعا منتخب الفرنسي يعني كنت نتمنى أننا نصله النهاية حلم كان زوين بزاف ما ما سخناش أنا نسالي منه يعني كنا نتمنى وأنا نصله النهاية ونكونه أول بلده نفرحه أول بلده عربي أفريقي أمازيغي ونفرحه العالم كله لأنه إنجاز إنجاز والناس كيفرحوا منك يشوفوا شي واحد كينجاحه كيتطور من راسه كيوصل مراتب كبيرة بالساف وليد الريكراكي تحدث عن أداء أفضل للمنتخب المغربي في 2026 تتوقع المنتخب المغربي يحصد في يوم من الأيام كأس العالم يا رب احنا تعلمنا نحلمه يعني أنا من شخصيتي إنسان حالي مقديمة كنقول أنه لا شيء مستحيل وإن شاء الله بالخدمة ومثابرة والإيمان أن الإنسان سيصل إلى واحد من النقطة سيصل لها شيء جيد جدا أنا غير أنني كنتكلم ده باللهجة المغربية هو فخر وإحساس كبير عندي لأنه للأسف في أي منبر يعني مني كان نحضره أو نتكلمه باللهجة المغربية كان سمعوا كلمات ما كان فهمكش أنا ما فهمتش أنت بتقول إيه مع أنني يعني بتكلم مصري كويس جدا بس أفضل أن أنا أتكلم بلهجتي عشان ممكن نرد اعتبار لللاحجة المغربية لا شطارة مصرية منك وشطارة مغربية برضو اللاحجة المغربية لها عظيمة كالعادة أنا بشكري كبر بيك شكراً بساف شكراً بساف يعني شرف لنا أنه فنانين كبار كالفنان تامر حسني شيرين أحلام شاكيرة مالومة يعني إيلون ماسك يعني شخصيات كبار بساف تكلموا على المغرب وعملونا دعاية يعني حتى تقسيس يعني كاقتصادياً استفد المغرب من هاد من هاد المباراة يعني شيء مفرح شيء زوين الحمد لله طيب اتكلمنا هوق تقول المداخلة باللهجة المغربية بس لو سألتك تقولي كلمة للمنتخب المغربي باللهجة المصرية تقولي لهم إيه هقولهم رفعتوا رأسنا وتسلموا وإن شاء الله يا رب أشوفكوا في أعلى المراتب وأشوفكوا في حاجات حلوة جداً وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح وإن شاء الله يا رب تكون جداية الأفراح لكل الولدان العربية إن شاء الله يا رب وعلى فكرة أنا بحبي مصري جداً أنا زورتي مصري قبل كده والشعب المصري فيه شبه كبير من الشعب المغربي فحاجة حلوة جداً وخلاص كده يعني وإحنا وإحنا نحب كل الشعب المغربي يعني أنا كنت بعيدة وفرحانة وفخورة في نفس الوقت فما بيش حاجة تقال أكتر من كده لا ده كده عظمة جداً نحب الشعب المغربي نحب المغرب فراحتنا المغرب وحلو إن إحنا عشنا المغرب في هذه البطولة كلنا كنا مغربة في هذه البطولة نفخر بيهم دايما شكراً شكراً طيب يا كريم أنا عايزك تقول كلمة بالمغرب للشعب المغربي لا صعب عليك كده أحرقتيني قوي بس أنا ممكن أقول إيه؟ بنحبكو بزاف ده أنا أقول لك كلمة قول كنبغيكم بزاف يعني بحبكو قوي كنبغيكم بزاف نبغيكم بزاف صح صح كده؟ أكسم معاك أكسم معاك وديما مغرب أنا عادت أقول ديما مغرب طول الحالات ديما المغرب ديما المغرب وديما احنا شعوب عربية متاح ده وكنبغوه بعضياتنا وكنفرحوا النجاح بعضياتنا وكنفتاخروا النجاح بعضياتنا فنانة المغربية غيزة الكازولي أنا حيب أشكرك شكرا جزياء على هذه المداخلة وديما مغرب الله يكبر بك أخويا وشكرا لك بالزاف وشكرا على الكلام زوين اللي قلت في حق المغاربة ولي قلت في حقي أنا غير شوية من المغاربة اللي يحمقوا على بلادهم احنا الشعب كان بغيو المغرب وكان حمقوا عليه وكنت منا ونشوفه بلادنا في أحسن حال ودائما بالشعار الله الوطن الملك دايق رب دايما في أحسن حال المغرب بلد عظيم وشعب عظيم أنا بشكرك شكرا جزيلا غيزة الكازولي بشكرك شكرا جزيلا واحدة من لقطات المنديال دي واحدة من لقطات المنديال المنديال كله بقى من كطر عند صديقنا المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري ودي اللقاء معيك نروح ليه محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من كطر محمود أخبارك إيه طب مني الوضع عندك أنا عارف أن أنت دلوقتي جنب المنتخب المغربي جدا كل التحية لك يا كريم وكل التحية لمشاهدينك الكرام في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية تضحى تحديدا من سواف كالعادة والنهاردة كانت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وبرغم خسارة المنتخب المغربي إلا أننا مبسوطين وفرحانين ومتشرفين أكيد بالمنتخب المغربي وبالأداء للمنتخب المغربي عملوا معي واحد يعني من أشهر المشاجعين المغربة اللي بنشوفهم دايما في كل البطلات الأفريقية سواء إذا كان محمد شفري أو إذا كان عزيزه زيك شفري أخبارك إيه أنت منور شرفي منور دايما تعالى بس كاشا منور دايما اللي استداد في كل مكان هارد لك ما تزعلوش إحنا مش زعلانين كلنا فرحانين بأداء المنتخب المغربي حتى لو حصوله على مركز رابع بس ما كانش فيه حد يطمح لأنه هو نشوف المنتخب عربي في دور السيمي فاينال بصراحة كده أنا كنت عارف لك تصريحات البزنية سابقة قبل المونديال وتوقعت المنتخب المغربي يروح بعيد عاوز أعرف رأيك ورأيك ما ده المنتخب المغربي في المطولة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نحن قبل أن نأتي إلى مونديا القطر كان لنا منتخب قوي رغم كان لنا مدرب اسمه خليل الفيت لما ذهب خليل الفريق ذات قويا لأن وليد رقرقي كتيبة الوليد رقرقي نادى على زياج نادى على حمد الله ونادى على مزروي هناك اكتملت الكتيبة وتلاحم اللعب مع بعضهم الحمد لله كان منتخب قوي قلنا في بعض القنوات أننا نحن دائم لننعب في كاس الألم ليس في نزهة أو سياحة لننعب أدوار الطرائية إن شاء الله والحمد لله حققنا المرتبة الرابعة رغم هناك تحكم ظالم ظالم ضد فرنسا واليوم ضد كرواتيا لكن كسبنا فريق كسبنا جمهور مغربي والحمد لله المغرب مزهل المغرب مزهل العرب والدول الإسلامية وإفريقيا وحققها نتائج إيجابية والكل يتكلم على المغرب والكلمة لابن ريان بعد منذ روسيا والآن في منذ القطر قول لي يا ريان رايك المتخب المغربي الحمد لله هنا هذا المنديال صراحة عيشنا أجواء رائعة كسبنا هذا المنديال ربحنا هذا المنديال صراحة كنا نستمع به 1906 والتي كانت منظمة بالمكسيق الحمد لله شفنا هذا المنديال وشفنا تقافة كبيرة بين العرب وشفنا واحد تججيء كبير من منتخب العربي المنتخب الوطني المغربي لكسب واحد ريان كبير وكتب واحد تاريخ كبير باش يوصل للدور النصر النهائي هي مش صعبة ولكن كيجيب بالعمل والجد والكفاح شكرا لواليد رقراكي صراحة نستحق المكس الرابع كما نشاهده اليوم كان هناك بعض التغييرات كان هناك بعض التغييرات في منتخب مغربي أقول يا ريان كانت هناك بعض التغييرات في اللاعبين في هذه المباراة رغم ما كانت فيها مباراة الترسيف ولكن أعطينا فرصة لبعض اللاعبين مثل بلال الخنوس إلياس الشاعر الصابيري بطر البانون يعني أن منتخب الوطني كسب لاعبين يعني منتخب الوطني أعطى روح هذه الروح القتارية لم نراها من قبل لأن أعطى وريد رقراكي جاء وحفز اللاعبين وأتى قبل ثلاث أشهر كيقوم بهذا المجهود ويعطينا هذا الصورة ويوصل هذا المنتخب إلى الدور النصر النهائي صعب كثير هذا لا يأتي بالمجهود شكرا للجماعين المغربية على هذا الجي صراحة برها أن يستحقون أحسن الجمهور في المونديال لماذا؟ لأن 30 دقيقة لا يسكوت يعني هذا الجي حتى اللاعبين يكونون خارجين من المباراة يدخلون في المباراة عادي شرميان عشان بس معادي عاوز أسألك عزيز هل توقعت بصراحة من قبل أول مباراة في المونديال المنتخب المغربي النهاردة لبوافين قبل نهاية كاس العالم بيوم زعلنين أن المنتخب المغربي ما ياخدش مديليا؟ هل توقعت أننا كلنا كعرب أو كنتوا كمغربة؟ توقعتكم أننا ممكن فعلا نستنى حاجة زي كده تحصل أننا نبقى زعلنين أنه ما ياخدوش مركز المركز ثلاثة الأوائل ورايك أكيد في المنتخب المغربي تحياتي لك في الأول وتحياتي لجماهير المصرية كلها لدعمة المنتخب الوطني المغربي في الحضور له في المونديال وتحية لجميع الجماهير العربية لساندة المنتخب الوطني المغربي أول حاجة باش نكونوا واقعيين لأن نحن المنتخب الوطني المغربي فاش جاء وحيد جاء وكان الفريق كانت مقسامات داخل الفريق كان لدينا مشكلة في مقال الزياج الحمد الله الجماهير كانت نادي بعدة حمد الله كان لدينا واحد حلول يزج لمنبر كانت مناله كل الخير بطبيعة منتخبات لقد يقودها كان قرار خطير لجميع الملكية المغربية باش تقيل الواحد خليزه ويجيب يعني هذا كان كبير كان قدم تحيانا للجميع المغربية عايز لو كل واحد يختلي بس لاعب واحد يبقى هو أفضل لاعب في المغرب في هاجل البطول لما كنا توقع من المنتخب الوطني المغربي غير يوصل لها المرحلة هذه ولكن كنا تفاؤل باش نعملوا إيجاز 86 هذا هو كان عملنا أكبر من جاز 86 أنا هسألكوا سؤال طبعا كابتن كريم رمزي سألوا لي بس أنا عاوصل لك أنا عايفت أنت كنت في مصر كنت في مصر كنت أعد فين بس كريمو كان أعد فين كنت في حدائل أبا شارع ولي العهد سرايمولي كنت فين كنت أعد فين أعد في حدائل أبا شارع ولي العهد عند مين سرايمول عند السرايمول طيب أنا محمود أحسألك بس سؤال سريع أحسن لعيف المنتخب المغربي من وجهة ناصرك في البطولة كلها والله أقول لك كلمة بدون بدون كلمة خشف كلهم أدوا مبارس جميع سميلي اسم سميلي اسم سرعة شروع ما بقدر أقول لك كل واحد يؤدي مهمة أنا صراحة كل اللاعبين كان شد لهم بحرارة ولكن اللاعب لفرأيدي لي ماشي أعطاقي تالية لا كان أقل يعني أكثر مجهود وأقل أخطاء يعني تهياتي اللاعبين كل مطلع أمرابط أمرابط أنت تقول لين أنا نقول لك اسم سرعة يمكن نقول أمرابط يعني يعني من كتر يعني جمال المنتخب المغربي كل مسأل حد من الجمائيين المغربية محدش بيقدر يقول لي اسم معين وطبعا ده بنسبب يعني أداء أداء طبعا المنتخب المغربي وجمال أداء المنتخب المغربي الفاردي والجماعة وكل حاجة محمود أنا أشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمود شاكر من قطر بعد مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نروح لي مؤتمر ليونيل سكلوني المدير الفني لمنتخب الأرجنطيني قبل مواجهة المنتخب الفرنسي في نهاية كأس العالم ونرجع نكمل كلام المواجهة لن تكون فردية بين ميسي ومبابي كلانا لديه الأسلحة اللازمة حتى يمكن للعبين الآخرين تحديد اللعبة وليس الاثنان فقط ليو بخير ونأمل أن يقودنا للقب فرنسا ليس تنبابي فقط هو لعب جيد للغاية ولكن لدى فرنسا العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون أداء أفضل هو لا يزال شابا ويتحسن كل يوم لا شك في خطورته لكنها ستكون مباراة جماعية أنا فخور ومتحمس للغاية باللحظة التي نعيشها هذه اللحظات سوف يسجلها التاريخ نحن نعيش أوقات رائعة في أفضل حالاتنا الحكم مارتشينياك كان جيدا في مواجهتنا أمام استراليا ولا أعتقد أن الحكم يمكن أن يؤذي أي فريق علينا السماح له بأداء وظيفته وننتظر منه أفضل أداء إذا كانت آخر مباراة لليونيل ميسي علينا أن نفوز بالكأس وسيكون ذلك رائعا بالنسبة له وأفضل سيناريو في نهائي كأس العالم لكن دعونا نرى ما سيحدث لدينا أفضل مشجعين في العالم هم بحاجة إلى الفرح منتخب الأرجنتين جاهز لنهائي كأس العالم وعلى الجماهير أن تكون على ثقة تامة في ذلك نحن سنقدم كل شيء من أجل العودة إلى الوطن بالكأس طيب نروح من ناحية تانية لمؤتمر حارس الأرجنتين إيمليانو مارتنيز العمل أداء رائع جدا في هذا المونديال قبل مواجهة المنتخب الفرنسي ونرجع نكمل الأجواء جنونية بالنسبة لنا خسرنا أمام السعودية لكننا حافظنا على أنفسنا بعد أن كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا قادتنا إلى النهائي وتحسن الأداء مباراة تلو الأخرى وفي مواجهة المكسيك كنا نعلم أنها بمثابة نهائي لقد كان طريقا صعبا حتى وصلنا إلى هنا سنواجه أفطال النسخة الماضية نحن لا يمكن أن نتحدث عن لاعب واحد فقط لديهم طريق قوي في الهجوم وقوتهم الأكبر في وسط الملعب وكذلك الدفاع وحارس المرمى لكن أيضا لدينا مهاجمين أفقياء يمكننا أن نشكل الخطورة عليهم في أي وقت عندما فزنا ببطولة كوبا أمريكا كان المرشح هو البرازيل والأمر ذاته الآن بعض الناس يقولون أن فرنسا هي المرشح للفوز ببطولة كأس العالم ونحن ندرك ذلك لكن لا يمكن أن ننسى أن لدينا ميسي وبوجوده نحن لدينا الأفضلية أمام أي منافس لأنه أفضل لاعب في العالم ميسي سعيد جدا مع الأرجنتين إنه يساعدنا ويقدم كل شيء في الملعب منذ بطولة كوبا أمريكا وكذلك في كأس العالم الحالي لقد اتخذ خطوة إضافية إلى الأمام من الناحية النفسية والبدنية حتى وصلنا إلى النهائي وقدم أداء فردي رائع على مستوى البطولة من ينتقدون مستوى الأرجنتين قد لا يعلمون طبيعة كرة القدم لا يعرفون طريقتنا في أمريكا الجنوبية ولكن عليهم أن يدركوا أننا منتخب قوي في بلد تعد مركزا من مراكز كرة القدم من ناحية الثانية ديدي شا الموديل الفني لمنتخب الفرنسي كلا وتصحات فيها كثير من الاحترام للمنتخب الأرجنتيني وطبعا الأسطورة ليونيل ميسي نسمع ونرجع نكمل شكرا لاهتمامكم أنا بخير أما بالنسبة للعبين لقد غادرت هذا الصباح مبكرا جدا لذلك كانوا جميع النائمين ولا أملكوا أحدث المعلومات عن الموقف كليان بابي يتحدث عندما يريد أن يتحدث كان قادرا على الحديث في مرحلة ما بعد ذلك احتاج كليان بابي إلى أن يكون في هدوء وصفاء ما يهمه هو أن يركز على أرضية الملعب وما يتعين عليه القيام به على أرض الملعب إنه في حالة معنوية عالية قبل نهائي كأس العالم ولأنه كان مع الفريق منذ اليوم الأول لذلك ليس لدي رغبة في إزعاج هدوئه أو حالته العقلية بالتأكيد مثل بقية المجموعة إنه يركز على المباراة النهائية أما عن مشجع الأرجنتين ستكون أجواء احتفالية بطبيعة الحال بالطبع الشعب الأرجنتيني شعب شغوف إنهم يدعمون فريقهم بالكامل لكن هذا هو كل شيء إنهم يمنحون الأمر أجواء احتفالية إيجابية حيث يغنون كثيرا ويعبرون عن فرحتهم إنهم معبرون جدا لذلك فهو بالأحرى شيء جيد عندما يكون هناك مثل هذه الأجواء لمثل هذه المباراة لأنها مباراة نهائية ثم إن منافسين ليسوا في المدرجات المنافس الوحيد الذي لدينا هو أولئك الذين سيتواجدون على أرض الملعب وهناك ما يكفي من الجودة في المقدمة للتركيز فقط على ذلك نفس الهدف لكل الفريقين حيث سيحصل أحدهما على نجمة ثالثة على القميص بعد نهاية المباراة هوغو لوريس الحارس الفرنسي الكبير اللي بهذه المباراة المباراة النهائية هيكون أكثر حارس شاركة في تاريخ المنديال متخطيا طبعا الأسطورة منوال نوري الحارس الألماني الكبير له تصرحات أيضا مهمة قبل مواجهة الأرجنتين نسمعها ونرجع نكام الحديث عن أنها آخر مباراة لميسي في كأس العالم هو حدث ضخم جدا بحيث لا يمكن التركيز على لاعب واحد فقط إنه نهائي بين دولتين كبيرتين جدا في كرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا بالطبع عندما تواجه هذا اللاعب فأنت بحاجة إلى التركيز بشكل خاص عليه لكن الأمر لا يتعلق به وحده إنه فريق قوي به الكثير من اللاعبين الموهوبين مع جيل شاب من اللاعبين ويمكنك أن تشعر أنهم جميعا يكرسون أنفسهم من أجل ليونيل ميسي ولكننا سنحاول العثور على المفتاح لتحقيق النجاح في هذه المباراة طيب نتكلم أكثر عن المباراة النهاية لكأس العالم وبتأكيد مباراة المغرب وكرواتيا اليوم مع الأصدقاء العزاء محمد عبد الوهاب وإبراهيم مجاد محلية برنامج رقم 10 بعد هذا الفاصل خليكم معنا أعلم بحضراتكم مرة أخرى هوبا وإبراهيم جاد نتكلم معهم عن مباراة المغرب وكرواتيا وبالتأكيد مباراة الغد بين فرنسا وإجنطينيا كأس العالم يهو مشرف ومنور نورك يا كريم ربنا أخذ إيه كل حل كل كويس حمد الله نيما عمل إيه؟ حمد الله زالفول عبرك إيه؟ زاك كيم حمد الله زالفول المغرب يعني عملت المكسيوم بتاع كل حاجة يعني نعرضه في بعض الناس زعائين أخذ سيطة من كرواتيا بس خلاص ربع العالم ده يعني ما فيش إنجاز بعد كده طبعا يعني أقصى ما يمكن فعل ويعني في مباراة زي دي لعبة المغرب كانت في المعاد حتى مع تأخر بهدف كان فيه ردة فعل من منتخب المغرب حتى مع الغيابات كمان وغياب عزيد دين وناحي يعني فرق جدا مع المغرب لكن وليد ركروكي حتى في أول تلت ساعة خل المبادرة للمنتخب المغربي في شوط الثاني المنتخب المغربي كان مستحوز على كورة بشكل كبير بس مش عاديدين نقفل الجودة بتاعة لعيبة المنتخب الكرواتي وإدارة دالتش للمباراة بمنتخب الزكاء حتى في شوط الثاني مع استحوز بالنسبة لمنتخب المغرب كان فيه تحولات بالنسبة لمنتخب الكرواتي وكان فيه خطورة على المنتخب المغربي فيه التحولات طبعا مع إصابات كبيرة اللي حصلت في خطة فاعة المنتخب المغربي في المبارا واخلال البطولة بشكل كبير طبعا يعني كل التأدير وكل الفخر بالنسبة للمنتخب المغربي على سقف بالنسبة لكل المنتخبات العربية والأفريقية حتى كمان المنتخبات اللي بره قررت أوروبا وأمريكا جنوبية أن أي منتخب مع الشخصية مع الالتزام مع المهارات والاحتراف والخبرات اللي بيكتسبها المنتخب ده يقدر أنه يجاري منتخبات أكتر بكتير قوي في المستوى وعندها الخبرات وعندها الإمكانيات تحية لوليد الرجراجي وتحية لمنتخب المغربي بأكيد طيب لو اتفقنا كلنا أنه لعبي المنتخب المغربي كلهم كانوا رجال وأبطال في هذه البطولة بس لو قلت لك رتب لي أفضل تلات لعبين في المنتخب المغربي في هذه البطولة من واحد لثلات أختار رقم واحد بالنسبة لنا هو عز الدين أناحي يعني أنا خلنا أقول متين بعز الدين أناحي واللي قدمه في البطولة دي أصدق وصف وصفته صحيفة تليجراف الإنجليزية قالت لك وقلب وعقل منتخب المغربي هو العب بيعمل كل حاجة في الملعب على المستوى الدفاعي موجود في كل لقطة بيغطي الناحية اللي مين بالكامل وبيساعد لعب زي حكيم زياش أشرف حكيم إن هم يعملوا سلاسي دايما بيغطي الناحية دي وهو حلقة الوصل ما بين الدفاع وهجوم المغرب وصناعة الفرص فعز الدين أناحي رقم واحد بنسبة لي صوفيان مرابط رقم اتنين طبعا بعتبر هو أفضل ارتكاز في كاس العالم النسخة الحالية لعيب ممتاز جدا جدا في الخروج بكرة تحت الضغط بيقرأ اللعب كويس جدا جدا بتاع المنافس وبيقدر يتواجد في أنصاف المساحة ما يخليش المنافس قادر يكسر ضغط دايما المنتخب المغربي فاختار صوفيان مرابط رقم اتنين ورقم ثلاثة ممكن نروح ليسين بونو كان حاسم في أوقات كتير جدا من مباراة مهمة وكان سبب كبير من أسباب وصول المغرب لنص النهاية وأنهم ما يحققوا المركز الرابع في كاس العالم فدول السلاثة الأفضل بالنسبة لي في منتخب المغربي مطافق بس مختلف بس في الترتيب بالنسبة لي لا صوفيان مرابط رقم واحد لأن صوفيان مرابط من أول مباراة لآخر مباراة وهو موجود وكان لي دور كبير كل الأدوار اللي تكلم عليها أبراهين طبعا في الاستحواز على الكورة والخروج بيها وكمان في الحالة الدفعية والقتال بتاعه اللي كان بيقاتل بيه في كل معدلات جاري مرعبة جدا ورغم كمان أنه ما كانش جاهز بدنيا في وقت من أوقات البطولة لكن هو تحامل عن نفسه وكان قائد لخط نص المنتخب المغربي وهو اللي ساعد لعيب رقم 8 اللي يقوم بأدوار لو ما فيش لعيب رقم 6 أو ريجستا أو لعيب متمركز قدام خط الدفاع بالقدرات دي كان هيبقى صعب بالنسبة للأناحي أنه هو يقدر يعمل الدور الهجومي اللي عمله بمنتهى الرواعة طبعا رقم 2 طبعا نتكلم على أناحي رقم 3 ياسين بونو اللي كان حاسم في مباراة أسبانيا والضربات الترجيح يعني كان حاسم فيها بشكل كبير وتاني حاجة كمان في مباراة البرتغال صد صد مش طبيعية كانت ممكن تقلب المباراة رأسا على عقب في مباراة البرتغال ومطش كندا طبعا أنا صعب طبعا لك لما قلت لتلاتة بس بصراحة وانت تقول لتلاتة أنا مش قادر اختلف معاكم عشان هما جامدين جدا بس أشرف حكيمي كان مش طبيعي أشرف حكيمي طبعا كان مرعب وكان قائد كمان رائع جدا في حكيم زياش مستوى مغير تماما لغير المتوقع تماما منه ورغبة ورغبة بالزبط كلهم بصراحة يوسف انسيري كان ليه دور كبير ويوسف انسيري طبعا كان رائع جدا النهائي فرنسا والأرجنتين شايف المباراة دي ازاي مباراة ما بين الحاضر والمستقبل مباراة ما بين أحلام وطموحات مختلفة تماما بالنسبة للمنتخب الأجنتيني وبالأخص ميسي وبالنسبة الكليان مبابي اللي هيكون بحقق رقم كبير جدا ان هو يحصل على تاني كاس عالم له وهو 24 سنة طبعا مباراة فيها طموحات كبيرة 24 سنة ويبعا كتنين كاس عالم يعني حاجة بليه على الآخر حاجة كبيرة حتى يعني كاس العالم ليه رونق أكتر من دوري الأبطال يعني دوري الأبطال انتعرف احنا انت عافل 24 سنة عندنا بيبعا واخد اثنين كاش دوري شباب اه اه يعني ويبتال عليه لسه لسه عنده مستقبل او مبابي عادي يعني الهفاس بكاس العالم خلاص هو ممكن يعتزل وهيبعمل تاريخ بالفعل مباراة فيها تشابه كبير ما بين المنتخبين في مسارتهم للنهائي يعني المنتخبين لعبوا فرق عربية وخسروا منهم بنفس يعني فارق الأهداف واحد صفر واثنين واحد قدام المنتخب التونسي ومننتخب السعودي الفرقتين لعب استراليا الفرقتين استقبلوا خمس أهداف الفرقتين كانوا في مجموعتهم ما حصدوش العلامة الكاملة بنتكلم على الفرقتين حصلوا على ست ست نقاط من مجموعتهم في تقارب كبير حتى كمان الفرقتين عندهم هدفين البطولة نتكلم على خمس أهداف بالنسبة لميسي وكاليان مبابي فحتى في مواجهات فردية كتير جدا هنشوفها في المباراة طبعا المنتخب الفرنسي أكمل لكن المنتخب الأجنتيني مع ميسي ويكفي ميسي يكون معك لسه مكملين مع حضراتكم بعد أزر فاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب إبراهيم المواجهة الكبيرة بين ليونيل ميسي من طرف ومبابيه من طرف آخر هي مواجهة فردية فقط بين الاتنين ولا أنت شايف أنه التشكلتين يقدروا يعملوا حاجة فيها زي المواجهة خلينا نقول أن ميسي ومبابيه الاتنين متشابين في حاجة مهمة جدا وهي أدوارهم الدفاعية الاتنين يعتبر ما بيقوموش بأي دور دفاعي حتى مبابيه هو بيلعب على الجناح ما بيقومش بأي دور دفاعي واللي بيعود الدور بتاعه دايما هو جيرو إن جيرو بيرجع لنص الملعب مع السلسل في نص الملعب وبيبدأ يرحل رابيو أو فوفان عشان يغطي وراء مبابيه في ناحية الشمال مع سيوهرناندز ويقفل حتة دي اللي كانت في الأول مسببة أزمة لمنتخب فرنسا ناحية تانية ميسي برضو ما بيقومش بأي أدوار دفاعية تسكر دايما اللي بيرجع أول ما بيبقى الأرجنتين في حال الدفاع وعشان يبدأ يضغط على المنافس الفاريس بيقوم ساحب نفسه وراجع هو اللي يلعب في نص الملعب كرقم عشرة وميسي بيكون في مركز المهاجم ظاهريا لكن هو ما بيقومش بأي أدوار زي ما نقول ضغطة أو محاولة استرجاع الكرة لا هو يعني احنا معنا دلوقتي جدول لأكتر لعيبة مشت في كاس العالم تمشت في الملعب في كاس العالم ميسي هو أكتر لعب تمشى في الملعب في كاس العالم أكتر من الحراس نفسهم كان بيتمشى بمعدل حوالي خمسة كيلو في المطش تمشية في الملعب بس طبعا ميسي تمشيته مش زي ايه تمشية يعني هو بيمشي يعمل سكاننج على الملعب كله بيشوف كل اللعيب بيتحرك ازاي هو الجدول معنا هو ميسي فارق عن كل اللعيبة الباقية هو رقم واحد في الملعب يعني يمشي بيتمشى يعني ما بيجريش يعني هو بيتمشى في الملعب هو بماشي بيتمشى في الملعب هو كده بيلايبنا على الواقف هو خمسة كيلو في معدل خمسة كيلو كله مطش ميسي بيمشيهم من معدل حوالي ميسي يعني المعدل الجاري بتاعه في المطش عشرة كيلو هو بيمشي منهم حوالي خمسة كيلو رقم ده حلوة عوشي سعوضح للناس معنا ان هو يمشي هو ميشي بس كان بيجري برضو يعني بشي يقولك انه كان بيتمشي بتحسب كعدد كيلو مترات اتحسبت عليه بس هو حالة الجاري يقول لا يا ده السرعة معدل السرعة بتاعه انه هو ليلة جدا هو يعتبر شبه بيتمشى في الملعب مش بيجري ميسي هو اكتر لعب في المباراة الواحدة بيعمل معدل انه سكانينج او انه بيبص حواليه ميسي في المباراة الواحدة معدل انه بيبص حواليه بيتخطى 650 مرة في المباراة الواحدة انه بيبص حواليه فهو ميسي دايما مشهور بده انه هو بيحاول يبص حواليه دايما يستكشف تعركات اللعيبة بتاعته هذا الرقم ده ابراهيم والله خبرات كبيرة للميسي يعني ميسي فعلا دلوقتي بيلعب بطوة دي بالخبرة بالخبرة بالضبط يعني تلاقيه هو فجأة تلاقيه ميسي ناحية الليمين وهو ما بيلعبش ناحية الليمين يعني في الوقت اللي الكلام كله انه يا جماعة العرب كلها دلوقتي كلها باعت امور بدنية وقوة جثمانية هو بيجري في الوقت المناسب هو انا مش بتاع جال يا جماعة انا حضارك لكم اللعب ده كله وسجل وهاصنع وانا واقف مكان بالضبط فهو ميسي ما بيعملش ما بيزلش مجهود خالص وسكلوني حمي وبشكل كبير انه انه انت متعملش بأي دور دفاعي انا محتاجينك تجري في اللقطات الحاسمة تتحرك في المناطق اللي هتشوف فيها خلل في الملعبة هتبدأ تتحرك ناحيتها والفريق كله بيتحرك على الاساس ده ناحية التانية يام بابيه من اقل اللعبة او هو اقل لعب قام بتدخلات دفاعية كمعدل في كل مباراة اتنين من عشر تدخل دفاعي بس في المباراة يعني بيقومش باكتر من اتنين من عشر تدخل دفاعي تدخل دفاعي ده تاكل او انترسيبشن او اي حاجة هو بس مجرد اتنين من عشر بالتالي برضو مالوش اي دور دفاعي خالص من من مبابيه فاحنا اصاد الاتنين اللعيبة ما بيقوموش بقية ادوار دفاعية يعوضهم بوجود جيرو وبوجود الفارزن هما ليقوموا بأدوارهم دي ويتواجدوا في نص الملعب المفارقة ال الاتنين موجودين يعني في نفس الناحية تقريبا معانا خريطة في اماكن اسلامه هما الاتنين في ناحية واحدة فالناحية دي هالي هتسبب ازمة نجيب الخريطة بيقول عليها هتسبب ازمة شوية للمنتخبين ان ازاي يعوضوا الخريطة معانا الاتنين ميلين ناحية l-听 فازاي هيعوض الاتنين مدربين ان الاتنين وهم يستلموا في المناطق دي ما يتضربوش من ناحية دي على طول بهجمة مرتدة لو الكرة تقطعت هنا دايماً لازم هيكون في حماية بلعب نص ملعب من هنا ولعب نص ملعب من هنا يحمل الاتنين اللعيبة لما يستلموا الكرة فهي دي المفارقة والتشابه بين الاتنين اللعيب في الناحة تانية في أكونا وراء الناحة تانية في مولينا هنا بقى بيعواضوا اسكلوني بإيه نديبول ما بيعاملش حاجة في الملعب غير أنه بيبقى وراء ميس ناحة تانية ببعامولينه اللي وراء وكلام بيعامل اسكلوني بيعواضها هزاي إن دي بول ما بيعاملش حاجة في الملعب غير أنه بيبقى وراء ميس ميس اتحرك ناحية المين دي بول واقف وراء ناحة تانية لإن فرنسا عانت كتير زي ما أنت بتقول إن وراسي و هيرنانديز بس يو هيرنانديز الواحده فلو عملت عليه زيادة عدد دين بيبقى في مشكلة وده حصل في ماتش استراليا فبيعوضوا بالنقرابيو بيميل شوية ناحية الشمال أو ففنة لما لقى بيميل ناحية الشمال عشان يغطي وراء مبابيب عظيم احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا يعني مع حضراتكم مرة أخرى طيب هو بنا معايد اقتين للأسف في الوقت بيروح كالعادة بس عايز سألك على الفرق بين جيل أرجنتين نهاي مونديال 2014 جيل أرجنتين نهاي مونديال 2012 2014 كان أقوى كتير يعني دي أنا مختلف فيها مع إبراهيم بس أنا شايف أن 2014 كان عندهم خبرات كبيرة جدا في الجانب الهجومي خلينا نفتكرهم واحدة واحدة كده نتكلم روميرو يعني إيماليان ومارتينيز الموضوع مش فارق كتير بس نتكلم على باكش مال كان روخه لو تفتكر معاكس روخه كان عامل بطولة قوية جدا على جنب اليمين زابلت اللي عنده خبرات مع منشستر سيتي دي ميكيلس وجراي في قلب الدفاع دي ميكيلس مع سيتي وباي مينخ بنكلم جراي اللعب رئي المدريد قدامهم لوكاس بيليا واحد من اللعيبة اللي كان عندهم مجهود بدني وفير جدا جمجه خفير مسكرانو يعني عنده خبرات عظيمة يعني مع ليفر بول وبرشتونا قدامهم ثلاثي هجومي احنا بنتكلم على أنزو بيريز بنتكلم على زكيل لافيتسي اللي لعب لنابولي وكان واحد من نجوم الدوري الإيطالي ومعه باريس سان جرما وطبعا ميسي في القلب وقدامه هجوين هجوين شل الشيلة يعني بمعنى أكبر بس أنا بنتكلم برضو أن سابيلا كان عنده كون أجويرو كان بديل لي وطبعا كان ديماريا كان موجود على دكة البودلاء في النهائي قدام ألمانيا اللي خسروه بنتيجة واحد صفر أنا من وجهة نظري شايف أن في كل الخطوط فيه تفوق حتى لو فيه تفوق لأفراد بالنسبة لتشكيلة 2022 بس اللي حققه ميسي بالتشكيلة دي يعتبر يعني فوق الإعجاز بشوية فزي ما أنت قلت كتير فرنسا 2018 فرنسا 2022 بغياب طبعا بوكبا وكانتي وماتودي وأنا بفتك الأسماء اللي مش موجودة دلوقتي بنكلم كان 4-3-3 فيه حوج في النص الملعب نحن بنكلم متودي في البيك بنكلم كامتي في البيك بنكلم بوكبا في البيك فده يحسب لدشان بشكلك بيه برضو عشان ديشان نديله حقه أن النص الملعب ده في 2018 أنه هو يفقد منه يفقد التلاتة وأنه يستبدلوا بربيو وبتشواميني بس فده العبقرية بالنسبة لدشان في البطولة دي أنه هو يخلق دور لجريزمان يحقق التوازن الدفاع الهجومي وطبعا غير أدوار جيرو فالتشكيلتين لا 2018 و2014 بالنسبة لفرنسا والأرجنتين أكيد أقوى قالوني أنت أفوارت كمان في الوقت أنا أنا الأفوارت في الوقت كمان بس عايز سألكم بسرعة من يكسب الأرجنتين أرانس فدي أمنيات ولا توقع لا توقع توقع بس دي أمنيات يومي طيب كما أنا بشكاك شكرا جزيلا شكرا جدا هو بشرفت النوارت شكرا جزيلا وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا نشوفكم يا رب على أب خير